أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على تقدير واعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للجهود المشرفة لمنتسبي قوة دفاع البحرين في التصدي لجائحة فيروس كورونا منوها سموه بالأدوار الكبيرة التي تم طوال مسارات التعامل مع الجائحة والتي هي محل فخر واعتزاز لكافة أبناء البحرين مشيدا سموه بالجهود الجليلة لكافة العاملين في صفوف الأمامية من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة والتي كان لها عظيم الأثر فيما تحقق من نتائج حتى اليوم في التصدي للفيروس وانعكس أثرها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم سعادة الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعددا من كبار الضباط بقوة دفاع البحرين حيث تفضل سموه بتسليمهم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي تقديرا لجهودهم وعطائهم المستمر في تصدي لجائحة فيروس كورونا وقد نقل سموه لهم تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على ما قدموه طوال العامين الماضيين من جهود للتصدي للفيروس منويها سموه بالدور الكبير والمشرف لقوة دفاع البحرين في تصدي لجائحة كورونا سواء من خلال الصفوف الأمامية أو المساندة مع تسخير كافة إمكانياتها وتجهيزاتها بالتعاون مع مختلف القطاعات ضمن فريق البحرين مشيرا سموه إلى أن قوة دفاع البحرين مساهمة دوما في مسيرة الخير والازدهار لمملكة البحرين كشريك أساسي في التنمية المستدامة وجهودهم دائما محل اعتزاز وتقدير وقال سموه إن العامين الماضيين كانتا محطة تحدي للبحرين أثبت خلالها أبناء الوطن من كافة القطاعات أنهم أهل لتحقيق النجاحات وكان لمنتسبي قوة الدفاع الدور البارز أيضا إلى جانب القطاعات الأخرى في تعزيز جهود مسارات التعامل مع الجائحة وإنجاح هذه المساعي التي تتحقق بفضلها بل التي تحقق بفضلها ما وصلنا إليه من نتائج حتى اليوم في مجال التصدي للفيروس معربا عن شكره لكل فرد ضمن فريق البحرين على ما قدموه من أجل الوطن والمواطن موسيقى